يا صباح الفل وصباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة على أغلى وأجمل إخواتي عندي في القناة الفيديو بتاعي النهاردة مهم جدا جدا سألت عليه كثير يوم وفيه له وعملين خميرة الفايش الصعيدة يوم وفيه له وعملين الفايش الصعيدة النهاردة هعملك طريقة عمل خميرة الفايش الصعيدة وكمان إزاي تعجني الفايش الصعيدة وتطلع أجمل وأحلى فايش صعيدة امشي معايا واحدة واحدة بامانة يعني بطريقة سهلة جدا وبكل بساطة كده هخليك تعملي احلى واجمل فاي الصعيد عملتي ايه ومفيلو هتجيب كوباية معاك او تجيب كسروني هتجيب اي حاجة عندك تكون صغيرة هنحط كده اربع معالج مني فول ما تشوش او لو حابة تبدليهم تبدليهم بالسمسم وتغلي عليهم نص كيلو لبن وتغلي كويس جدا وتنزل عليها دي جماعة انا بعمل كده الخميري الخميرة دي دي طريقته امشي عليها واحدة واحدة وانت هتستفدي مني غطيتها بالغطب تاحي طب استكفينا على كده لا طبعا هنجيب معانا زبدية او طاجن والصخني على النار وتحط الجوار الردة دي اللي هي نخالة الجمح طبعا والصخني الطاجن كويس جدا وبعد ما الصخني الطاجن كويس جدا لغاية ما تخلي الردة اللي من جوة دي تصخن ونحط الخميرة بتاعتنا من جوة يا جماعة دي الطريقة بتاعت تدفية الخميرة بتاعتني لو انت ما عملتش كده الخميرة مش تدفى معاك وعلى فكري انا بعد ما بعمل ده كلهم بجيب كده فوضة وكمان بغطيهم بالفوضة وبجيب كده اي نوع جماشة عندي تكون جماشة قطنه برضو بحطها واللونة احمر دي دي ملاية طبعا ملاية تكوني مخصصها للخبيز انا ملاية دي مخصصها للمخبوزات بتحتي فطبعا غطيتها به يا جماعة لازم تعملوا كده لو انت لو ما عملتش كده الخميرة مش تخمر معاك ابدا جربوها عن تجربة امانة تاني وكمان كل ما الزبدية دي تبرد انا طبعا باخد الزبدية بولع عليها النار وبسخنه وبعد ما بسخن الزبدية برجع احط الخميرة بتحتي تاني جوه الزبدية شايفين انا حطت فوضة وراه فليني وبعد كده بعد ما حطيت الفلينة لقطني دي غطيتها غطية كويسة خالص بالملاية بتحتي بالشكل دي التدفية بتاعته من كل الاجناع انا هرجع لك تاني بعد ما تخمر وهوريك وهقول لي خمرت بعد كده بالزب هنا بقى هنبدأ نفتح على الخميرة بتاعتني ونشوف الخميرة هالخمرت وان ما خمرتش بس عشان ما كونش كدبة عليكم بصراحة كانت امي ومرات اخوي بيتين معاي من بالليل عشان خاضر الخميرة لما تخمر طبعا نصبح الصبح علينا نعجن ونخلص الخبز بتاعني بصراحة امي طارت بالليل مرضيش الصحيني راح تتلاجت الخميرة ان هي خمران اللي هي خميرة اللبن وبعد كده راح تكسرتها بشوية ديك جواها هي ما كانش عارفة ان انا بصور فهي اللقطة اللي هي الخميرة اللبن بس هي اللي فاتتكم طبعا الكسرون اللي انت شفتوها دي هي خمرت وعبت الكسرونة كلها للاخر لما انا رح تحططي لها 3-4 معالج دقيق كده ودوابتهم دويب وصبت خميرة المنظر اللي انتوا شايفينه دي تعال نكسرها المرة التالتي يعني خميرة اول حاجة خميرة اللبن وراها خمرناها بشوية ديك صغيرين خالز وبعد ما خمرناها المرة التاني خمرتها المرة التالتي دي الاخر مرة طبعا العجين يا جماعة تخلوها طريقة شوي عشان تخمر بسرعة لازم الخميرة هي في نص الحل لازم تعبي الحل للاخر تعالي اوريكي منظر الخميرة بعد ما خمرت وعبت الحل للاخر تعال نعري عليها طبعا أنا برضو غطيتها كل مرة وكل مرحلة في مراحل تربية الخميرة انا كنت بربيها طبعا بغطيها وبغطيها كويس جدا لما اخدت النتيجة اللي انتوا شايفينها داي تعالوا بقى نبدأ كده عجين ونشوف هنعمل ايه ناخد الخميرة بتاعتني طبعا اول حاجة معايا علبة حلة مي يا جماعة العلبة دي يعني جيمة كده تشيل تلاتة لتر مي طبعا حطيت المي امشوا على الخطوات بتحتي واحدة واحدة وحطيت كمان شوية من الملح اي حاجة تحطيه اي مكون تحطيه تدوبي طبعا يبقى حطيت المي حطيت شوية ملح دوبتهم كويس جدا وبعد كده حتكون ايجابة من عند العطار حتقولي له عايزة بخمسة جنيه كركم وبخمسة جنيه زعفر طبعا هو هي الدهملك تقولي له انا عايزة خميرة الفائش طبعا الكركم بدينا لون الزعفر بدينا ريحة حلوة جدا بخمسة وبخمسة حلوين جدا 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 للخبيث بتاعي حتقولي لي لونه اصفري يا مفيلو او لونه افتحي يا مفيلو انا بحب الفائش بالطريقة ده طب ايه اللي حطتي ده يا مفيلو انا جبت بصراحة بعشرة جنيه سمسم محمص حطيت كده السمسم يعني انا حطيت مي شوية ملح كركم وزعفر وحطيت السمسم ودوبتم كويس جدا وحطيت كيلو سكر بصراحة لما بحط كيلو السكر في العجين بيفرج معايا 180 درجة بيديك طعم حلو جدا بامانة جربه ان انت تحطه السكر والدوبة كويس جدا في المي بامانة كده عسل معايا هنا اللبن اللبن ديتي 4 كيلو ونص من اللبن اللبن ديتي 4 كيلو ونص يا جماعة محدش يقول الكميات اللي انت حطها كبيري بصراحة لو انت عايز تجلل يجلل ومعايا كمان السمني هيكون معايا 2 كيلو من السمني هحط السمني دي كله بس هخلي فم كده في الاخر عشان في اخر العجين انا بحب الف العجين في الاخر بقية بشوية من السمني خلاص كده حطينا كل المكونات هنبتدي دلوقت ان احنا نحط الخميرة بتاعتني ربنا يبارك يا رب الخميرة خمرت وعبت الحلل الاخر دليل ان الخميرة بتاعتك شاطرة جدا وخميرة نشطة وخميرة حلوة وعمراني ربنا يعمر لكم كل حاجة في بيوتكم يا رب ويملى بيوتكم بالخير والرزق دايما طبعا انا زي ما قلت لك حطيت كل حاجة يعني يا جماعة حطيت مي اعتبر تلاتة لتر مي وحطيت اربعة كيلو ونص من اللبن حطيت اثنين كيلو ثمني حطيت زعفر وكركم وشوية من المالح وحطيت كيلو سكر ادي كل اللي انا حطيته مش هحط لنقطة مية تاني ولا حط لبن ولا حط اي حاجة بامانة انا هاجل العجين قدامك دلوقتي كل الحكاية اللي انت تملك العجين من لك حلوة والشرب العجين دي تخليه كده ملبن في ايدك تخلي العجين عاملة زي الاسك بالفعل بس انا مش هحط لنقطة مية تاني انا كل اللي هعمل دلوقتي ان انا بزيد في الدقيق وباخد كمية من الدقيق لغاية الدقيق بتاعي الف يا جماعة العجين القدامي الدرج اللي انت بتخبذ بي ده يا امو فيله ايه نوع الدرج الدرج بتاعي غلت جمح انا طحناها وكمان حطها عليها درج البطاقة يعني درج البطاقة اللي هو بتاعي التومين و الخلطها عليها درج الجمح و الخلطهم على بعضيهم النص بالنص وعجنتي منهم العجين اللي انتوا شايفينه دي طبعاً تملكي كويس جداً بعد ما تملكيه وتخليه كده حلو جداً اخر فم معي طبعا بحطي السمني اخر فم دي بيغملك للعجين بيخليه كده عسل شوف العجينة كده عمطاطة معاي العجينة لها عرق بامانة الملبن في ايدي والعجينة كمان بيش بتلزق في ايدي على فكرة في الصيف وطول ما انت حط سكر في الفايش بتاعك يبقى حاول نخلي العجينة تخينة معاك لو انت طريت العجينة ستجيني هيسيح معاك ومش يطلع حلو ومش يطلع الصابع بصابعه وهواريكي جمال وحلوة الفايش في الاخر لو فعلا عاوزين تعرفوا نتيجة الخلطة اللي انا عملتها دي نتيجة حلوة ولا بيش حلوة كامل الفيديو للاخر عشان في اخر الفيديو انا هواريكي جمال وحلوة الفايش بعد ما طيبته وقرجته وطلعت اجمل واحلى فايش صعيدي على اصوله جربوها على طريقة ام وفير وش هتنتم على فكري الطريقة دي انا معتمدها من سنين واسنين خلاص كده انا شربته اللي هو الفم بتاع السمني وما حدش يقول لي ده العجينة تخينة في ايدك يوم وفيره لا بالعكس بامانة تاني العجينة يعني مرنة معاي وكمان عاملة زي الملبن كده خلصنا عجيب طبعا انا بساوي وشه والشكل دي وهاجيب شوي السمنا من فوق دي ودهن وش العجين كله لازم تعمل الحفرر في النص دي عشان نكب فيها سمنا في النص لما كل المجور ما يخمر كل ما هي تدهن الوش والوش بتاعها ما يجرشفش ابدا جربوا ان انت تعمل الحفرة في النص وتحطوا شويتي السمنا دي شايفين العجين طبعا في نص المجور بالزب انت لو تلاحظوا المجور كبير جدا يا جماعة دي بس الكاميرا ظلمة طبعا العجين بتاعه في نص المجور المجور دي الوقت انا دهنته سمنا وخلاص كده هابتدي دي الوقت ان انا ادفي المجور كمان هحط عليه الصوني هغطيه بصونية تكون مجاسه وبعد كده هجيب اي ملاية عندي تكون نظيفة وحلوة وكويسة من فاش اي حاجة وهبتدي ان انا اغطي العش بتاعي مسافة ما العجين بتاعي يخمر يكون احنا دهاننا الصواني بتاعتني طبعا انا جبت الصواني كلها بتاعتي غسلتها كويس جدا بالبريل واللي السلكي ونضفتها وخلتها زي الفول وبعد كده هنبتدي بالفرشة والدهني الصواني دهينة حلوة من السمني يا جماعة فايش يعني بيحب السمني لازم كده تغرق الصونية وتدهينيها وتدهين الصوابع وواركة دي لوك احنا بنقطع الزع بعد ما هندهن الصواني دولي على فكرة انا هاخد العش بتاعي دي والمجور بتاعي وهطلع فوق السطح وقطع طب ليه يومو فيله ما قطعتش في الشقة لاني كانت الشمس نزلت والنور كان ننور عليني ده كله احنا عملنا بالليان بس كان صبح صباح عليني ففصراحة اقولت احط العش في الشمس فوق فهيخمر معايا بسرعة جدا وهخلص بسرعة جدا ودلوقتي في اخر الفيديو انا هقول لك خلصت بالضبط الساعة كام وهل العجين بتاعك اخر ولا ربنا يبارك يا رب وسع ريسكم شايفين جمال وحلاوة العجين قدامكم العجين خمر معاي وربنا يبارك يا رب عب المجور للاخر زي ما انتوا شوفوا الطريقة لطريقة العجن وطريقة الخميري ممتازة 100% دليل ان الخميرة بتاعتك ممتازة 100% دليل ان العجين بتاعك خمر وعب المجور بالشكل اللي انتوا شايفينه دي طبعا طريقة التقطير الطريقة اللي تريحك واللي تعيش بك اعمليه عايزة تقطع صوابع صغيرة قطعه عايزة تقطع صوابع كبيرة قطعه ده دي ازواق وحابة ترجعلك انت وكمان اعرف فيه ناس كده بتحب تعملها جروس وتقطعها قطع بالسكين برضو الحاجة دي ترجعلك تعالي اوريكي كمية دي عملت معاي كدين ربنا يبارك يا رب عملوا معاي كمية حلوة جدا السجان اللي انتوا شايفينه دي اتعبت كله قطعنا كل العجيم حطناه فرشت كده حصيرة كنت كنسة السطح ومن الضفاء وفرشت الحصيرة وبعد كده حطيت الصواني بتعتني طبعا عبه كم صاج يوم وفيله معاكي عبه 22 صاج بصراحة ربنا يبارك يا رب ربنا يبارك فيهم وحاجة كده عسل بصراحة المرادة الفيش بتاعي صب معاي وعبه كده كارتين حلوة ووريكي في اخر الفيديو عبه كم كارتوني طبعا الفيش دي انا هسيبه في الشمس لغاية ما يخمر براحته لان صابع الفيش لازم يعبي للاخر يعني ما تتغرش في منظر وتقول هو خمر وتخديه وترصيه لا طبعا لازم يخمر كويس بعد ما خمر الفيش معاي انا رحت ولعت الفرن الطين هتخبزيه على ايام وفيله هخبزه على فرن البلد اللي انتوا شايفينها دي بصراحة فيش صعيدي يعني تعمليه على اصوله انا بحب كده ان انا بصراحة اعمل كفايش الصعيدة دي بحب كده اعمله على الفرن الطين اللي انتوا شايفينها دي طبعا انا كبسة طبعا انشارة واجيد اي حاجة موجودة عندك كبسية كبسة كويسة وتولع فيه والغاية ما الفرن تصخم معاك وتبتدي ان انت بالفودة وتفوديه اي امو فيله الفودة دي عبارة عن جماشي وابلليها مية وتبتدي ان انت تمسح بها الفرن على اساس ان احنا نهد الفرن شوي عشان ما تحركش معنا العياش لو انت رصد فيها على طول هبهدلك العياش خلاص هنا انا فودتي وابتديت كده بعين العيش باقولك ان خمر لاحظوا ان الصوانم دخلها معابي الصاج ما تدخليش الصوانم غير ما تخمر معاك هنا طبعا امي ومرات اخوي ما سابونيش من مبرح بالليل بأمانة هما مساعديني اللي بتلافيني واللي بتقطع معاي واللي رعجنت معاي ربنا يخلهم لياربوا ما يحرمنيش منهم ابدا طبعا والتالتة بتاعتهم مرات عمي ربنا يخلها لياربوا ما يحرمنيش مني جاي ان شاء الله كده هي مش قاعدة في البلد ان شاء الله كده لما تنزل من البلد حتيجي كده وهنغتخبز معانا ان شاء الله باقي المخبوزات لان احنا لسه في مخبوزات كتيمة طبعا وراتك العيش وهم السوي جوة الفرن شايفين جمال وحلاوة وجمال الفايش بتاعنا الصعيدي شايفين انك انت دليل لما كل صابع تحط ليه تدهني بين كل صابع لما تحط ليه تدهني السمني تتلاج الصوابع بتتفكك في معاك بكل سهولة شايفين جمال وحلاوة الفايش بتاعنا مفيله دليل ان خميرتك صحي 100% وكمان العجين بتاعك اللي انت عجنتيه 100% شايفة مجرد ما نبلمس الصابع بيتفكك من بعضه زي ما قلت لك الصوابع عازها صغيرة عازها كبيرة ده حاجة ترجعلك انت حسب الازواج لكل واحدة زوجها انا بصراحة بحب الفايش بالشكل دي بحبه بالجمال دي طبعا يا جماعة شايفين خمران وحلو جدا بامانة ريحته جلب الدنيا جلب ضلع اجمل فايش مش عشكر فيه عشان خاضر انا اللي عاملها بامانة بجد هو ضلع كده على فكرة لو انت عايزة لونه اصفر من كده ويبقى اصفر جوي تكتر من الزحفر والكركم دي تكتر منهم عشان كده هو بديك اللوا بس انا بصراحة حبيته بين البنيان ولا يبقى اصفر جوي ولا يبقى احمر جوي تعالوا بقى بعد ما فصصناه عشان انت كل ما تكصري كده تفردي كده على صواني عشان يبرد معاك ويهدي وبعد ما بيبرد احنا بناخده طبعا ونرصه تاني على الصواني عشان نبتدي اننا نجرجش يا ايه تجرجش يا مفيل وعشان نعملوه جرجوش انا دلوقتي ضيبته وهسويك كل الخبيز اللي انتوا شايفينه وهنا معايا مرات اخويا برضو بتكسر معايا برضاكتو مساعداني مسابتنيش بصراحة ربنا يخليها يا رب ويعوض عليها يا رب ويديها الخلفة الصالحة يا رب وفرح قلبي طبعا ساعدتني بكل حاجة ما سابتنيش لغاية ما انا خلص وعرفوني ان انا خلصوا باش عايزة اي حاجة منهم تاني ليه لما هم مشوا على فكرة هم هيجوا عندي تاني عشان يخبزوا الفايش بتاع امي وبتاع مرات عامي لو كنتوا حابين اصور لكم اليوم اللي هم هيجوا يخبزوا فيه معاي اكتبوا لي في الكومنتات والتعلاقات اصوره لكم باش نظام خبيز ووصفة يعني لا اصوره لكم نظام ايه يعني كده روتين واليوم قد نزع ربنا يبارك يا رب ووسع رزق كل الناس اذي الخبيز بتاعي عبالي 3 كاراتين اللي انتوا شايفين هدي قرجشت كل العيش بامان الكاميرا الظالمة لونه وجماله حلوته وقرمشته يعني الفايش كده طالع معاي حاجة تفرح القلب بصراحة على كد التعب اللي انا تعبته فيه بس عن نتيجة اللي انا خدتها في الاخر خلتني مفصوطة وصعيدي ونستني اي تعب انا تعبته فيه طبعا زي ما انتوا عارفين خبيز الفايش بيبقى متعب جدا على فكرة كيمية اللي انتوا شفتوها كلي عبت الثلاث كاراتين كاملين وعلى فكرة الكاراتين داي بش كاراتين صغيرة ده كاراتين كبيري ده الكاميرا اللي ظلمات شايفين معاي الفايش دايب دوب بامانة مجرقشة حاجة كده عصل جلبه دايب انا سبته كده لغاية ما تجرقش براحته في الفرد ليه لما انا طلعته وقادي الخبيز بتاعنا خبزناها بكل سهولة وبكل بساطة شايفين حجم الكارتونة كبيرة جدا طلعت معانا كمية حلوة يارب يكون الفايش النهاردة عجبكم ويكون طريقة عمل الخميرة بتاعة الفايش الصعيدي فعلا استفدتوا مني امشوا واحدة واحدة على الخطوات وانتوا هتعملوا احلى فايش صعيدي انا طبعا شرحت لكل حاجة في الفيديو من اول الخميري لغاية الجرقش لغاية محطة الفايش في الكارتين يارب الفيديو النهاردة يكون عجبكم واللي كان فعلا عجبكم تبخليش كده علي بكومنت حلو من ايدك ولايك وشير وتفعليلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد يا اغلى واجمل اخواتي عندي في القناة اشتركوا في القناة